بسم الله الرحمن الرحيم أعلم بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة انتهى وقت الكسوف ولا أحد يبالي وأصبح اللعبة على المكشوف إبراهيم أهلا بك يا باشموندس وأهلا بك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة انتهى زمن الكسوف وأصبح الكلام يستوجب كل الصراحة وبلا خوف إلا الخوف على لحمة الجماهير مع بعضيها الخوف على الساحة الرياضية والسلم الاجتماعي اللي فيها الخوف على علاقات الجماهير مع بعضيها والخوف ان احنا كلنا تشغلنا كل هذه المشاكل الصغيرة عن الهدف الكبير وهو استعدادات مصر إن شاء الله في صف هذا العام لاستقبال الأمم الأفريقية الحقيقة أنا مش قادر أستوعب طبعا الوعد دماغه بتوديه في سكة كده لكن لماذا كلما اقترب الأهلي من تواجد جماهيره معه يحدث كل هذا الصخب هذه الجلبة وادخل الجمهور وهو يشعر أن هناك من يستفزه ولكن باستدعاء الحكمة والقيادة التي توجه في طريق السلوك القويم دائما ما نتجاوز هذه الاختبارات أو المحطات الأهلي سيلعب إفريقيا ويطلب حضور جماهيري سمح له باثناشر أو عشرة مش عارفين لسه والأهلي عايز يضعفهم وكابت الله مبادرة في هذا الشأن وأصبح قريبا من إن الأهلي يحضر ويدعم فريقه فجأة فجأة الدنيا تسخد فجأة يحصل كلام فجأة يحصل تراشق فجأة يعني نتمنى إن الجو يهدأ لأن الحقيقة أنا مش شايف إن الأهلي بيعمل حاجة بيستفز بيا حد يعني الأهلي ما بيستفزش حد لكن التحرشات مستمرة والجمهور هو نجم حلقة الليلة نجم الحلقة لأن هناك ذكرى تأبين هناك مبادرة مهمة جدا لعودة الجمهير للمدرجات هناك رسائل تطمين كبيرة وواسعة وهناك أيضا مناشدات مهمة جدا نتمنى نتمنى حالة النهاردة تتابعوها وحدة وحدة يعني هل هل كل ما الأهلي يحصل على عقد رعاية نبص الله هذا الهجوم الضاري يحصل على مساندة يعني مش ممكن أن ترعى الأهلي يحصل هذا الهجوم الكاسع وتعمل أغنية بتقول وراك يا أهلي بن العمك يا أهلي بن حبك يا أهلي يا سيدي ده اسلوب من أسليب الترويج مصلحتها أنها تحب الأهل زيها زي الأهرام زيها زي أهل الصلة زيها زي بريزنتيشن زيها زي كل الشركات المحمول اللي كل ما الأهلي يحصل على حاجة وراها مجموعة من الاتهامات ومجموعة من الاستفزازات ومجموعة من الكلام يا سيدي إحنا ما عملاش حاجة إحنا بناخد القيمة التسويخية بتاعتنا ما لكم يعني إيه إيه اللي يستدعي أن نعمل هذا الجو المفعم بالتوتر ليه؟ من غير ليه؟ لأنه فيه هناك من يعتقد أنه حقوق الرعاية والقيمة التسويخية حاجة ممكن تتوزع على بطاقة التموين الديت الأهلي إزازة زيت فين إزازة زيت بتاعته؟ الديت الأهلي 2 كيلو سكر أنا عايزة 2 كيلو سكر البعض لازال عنده هذه العقلية أنه حقوق الرعاية ذات القيمة التسويخية اللي مرتبطة بحجم الشعبية وحجم الجماهيرية البعض بيعتقد أن هي مخصصات تموينية يجب أن تتم بالتسوي أو بالتوزيع بين كل الأطراف لكن في النهاية ده حجم السوق وفي النهاية بنتمنى الخير للجميع لكن يظل النادي الأهلي بقيمه التسويقية بحقوق رعايته بحجم جمهيريته الواسعة والكبيرة جدا في كل مكان جدير بأكثر من هذه القيم المادية وكلما تمسك الأهلي بصورته وحافظ على الصورة الزهنية كنادي رائد بيحترم القيم والتقاليد وبيحترم المنافسين وبيحترم نفسه وبيحترم النظام العام كلما زاد تعلق الجماهير بيزو كلما زاد إقبال الرعاة عليه عشان كده حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا فيها 8 عنوين طبعا لن ننساكم الأهلي والوادي والكلام الفاضي لكن لو عن التصبيت تعالوا نتحاسب تقول سيمبة أو الأهلي مركات الشتاء ولمسات قبل الإغلاق والمؤكد الجحيم هو الآخرون الإصابات واللغز لا يزال مستمرا وأخيرا ودائما المجري قطار الشرق السريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر